موسيقى هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد رديمشين طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن كيف تلفل بأسرع طريقة ممكنة فيالله نخش في المقطع طبعا كلنا نعرف انه اللعبة بيتا وطرق التلفيل نوعا ما محدودة ويعني نوعا ما قليلة ايضا وتقريبا طرق التلفيل رح تكون مشابهة بنسبة كبيرة لطرق تجميع الفلوس فانت اذا كنت شخص تجمع فلوس رح يزيد معاك الليفل اوتوماتيكيا طبعا الرانك مهم جدا جدا في اللعبة لانه كل شي في اللعبة من اسلحة ديناميت فؤوس سكاكين ترامي مثلا حزام ملابس اسلحة معينة كلها رح تعتمد على الرانك يعني وصل الرانك المعين وحنا رح نعطيك او نفكلك السلاحة المعين عرفتوا كيف فالرانك جدا مهم وايضا بالنسبة للاشخاص اللي اخذوا الالتيمت ايديشن ترى انتو تلفلون الى ليفل 25 بسرعة و بشكل سريع جدا يعني انتو تختلفون مرة عننا نحن عرفتوا كيف يعني انتو تقدروا تقولوك انه عندكم يعني دبل اكس بي يعني مدبلة عندكم الين ما توصلون الى ليفل 25 بعدها راح نمشي زي بعض او نلفل زي بعض فاذا انت كنت الالتيمت ايديشن استغل التلفيل السريع واوصل الى ليفل 25 بسرعة طريقة ممكنة اول طريقة راح تكون مهمات التختيم اللي راح يكون لونها اصفر في الخريطة طبعا مهمات التختيم هي اكثر طريقة تعطيك اكس بي في اللعبة لحد الان فاذا كنت شخص مهتم بالاربي ترى مهمات التختيم هي اكثر طريقة للتلفيل طبعا المهمات جدا جدا سهلة وما فيها اي صعوبة وتقدر تعديها مع اصحابك او انه مع ناس ما تعرفهم يعني رانجم لكن انا صراحة انصحك انك تعديها مع اصحابك لانه في شي اسمه اللي هو التحديات تحديات المهمة حلو؟ يعني مثلا في تحدي اسمه تحدي الهيتشوت يعني اكتل كل الاعداء هيتشوت مثلا اعدي المهمة في وقت معين اكثر رئيس بسكين يعرفت يعني رح يكون فيه مجموعة من التحديات في جميع المهمات اذا سويت هذه التحديات وعديت المهمة رح يزيدك مرأك اكس بي فاذا سويت مهمات التختيم بدون التحديات رح يعطيك تقريبا مية وسبعين اكس بي حلو؟ لكن اذا سويتها مع التحديات رح يعطيك ميتين وعشرين اكس بي يعني فيه فرق مرة كبير جدا لكن في الاول والاخير تبقى مهمات التختيم احد طرق التلفيل كمان تقدر تعيد المهمات يعني اذا عديت المهمة تبقى تعيدها مرة ثاني ترى تقدر تعيدها عن طريق انك تسوي start بعد الstart تروع عند الهوة البروغرس بعد البروغرس ستوري بعدها تختار المهمة اللي تبغى تسعيدها ومهمات التختيم تقريبا من بين عشر مهمات الى اثنى عشر مهمة كمجمل يعني فلو سويتها كل هذه المهمات راح يعطيك الليفل مرة مرة كويس وراح يرفع الليفلك بنسبة كبيرة جدا الطريقة الثانية راح تكون المهمات الجانبية ولونها راح يكون برتقالي في الخريطة وشكلها راح يكون كذا شخص كأنه يأشر لك يعني عرفت فاذا حصلتها هذه فاعرف انها مهمة جانبية او مهمة stranger طبعا المهمات الجانبية هي ثاني افضل طريقة في التلفيل هي المهمات الجانبية حلو طبعا المهمات جدا جدا بسيطة يعني مثلا روحك للشخص المعين او وصل البريد للمكان الفلاني او مثلا فجر الاستيج كوتش او العربية المعينة وراح تاخذ لك فلوس وراح تاخذ لك ايضا فوق ذلك الليفل كويس جدا طبعا احلم في المهمات الجانبية انها منتشرة بكثرة جدا جدا وغير محدودة يعني مهمات الرئيسية تقريبا 11 الى 12 مهمة رئيسية لكن المهمات الجانبية مرة مرة كثيرة ومنتشرة في جميع انحاء الماب يعني ما رح تمشي شوية الا على الطول رح تحصل لك مهمة جانبية على يدك اليمين او على يدك الاسار يعني منتشرة بكثرة الطريقة الثالثة رح تكون البي في بي او البلاير فيس هز بلاير اللي هو السباقات تيم ديث ماتش في فر اول كابتشيرينج هوز دي كينج يعني رح يكون عندك مجموعة من مهمات البي في بي اللي رح تعطيك ار بي نوعا ما جيد ورح يكون فيها متعة صراحة يعني تتمتع وتتونس ورح تاخذ ايضا فوق ذلك ار بي او اكس بي طبعا انت دور على شيء اللي ناسبك فاذا كنت شخص تحب مثلا الحروب مثلا القتال فتيم ديث ماتش او الفري فال اور رح تكون مناسبة لك بنسبة كبيرة لكن شخص ما تحب القتال ممكن استباقاتا رح تكون جدا مناسبة لك سابق الاشخاص الاخرين فوز ورح يطونك ار بي كويس طبعا حاول بقدر الامكان في مهمات البي في بي انك تكون من الثلاثة الاوائل لان الثلاثة الاوائل هم اكثر ناس رح ياخذون فلوس وار بي واذا جبت الاول رح يعطيك مبلغ جدا كويس ورح يعطيك لفل مرة مرة عالي فحاول بقدر الامكان انك تكون الاول واذا ما قدر تكون الاول كون من احد الثلاثة الاوائل الطريقة الرابعة رح يكون الصيد وصيد الاسماك اولا رح نتكلم عن صيد الحيوانات كل ما تصيد حيوان رح يزيد معاك اللفل ورح يعطيك لفل نوعا ما جيد على فقط انك ست حيوان ست حيوان رح يزيد اللفل معاك ورح يزيدك يعني نوعا ما كويس اللفل على حيوان تصيده بطلقة واحدة عرفت كيف؟ وكل ما كان الحيوان اكبر كل ما زاد الـ اكس بي معاك عرفت كيف؟ يعني مثلا صدت لك دب رح يكون اللفل اعلى من انك تصيد مثلا غزالة ولا سمكة ولا عرفت يعني لما تصيد شيء كبير رح يكون الار بي او الاكس بي اللي فيه جدا كبير ايضا فالصيد احد طرق زيادة الار بي او رفع الرانك في لعبة ار دي ار اونلاين بالنسبة لصيد الاسماك صيد الاسماك واحد من اهم الطرق للتلفيل وايضا احد الطرق المهمة جدا في تجميع الفلوس لكن في بداية اللعبة ما اتوقع احد عنده ادوات الصيد او الاشياء اللازم اللي تجيبها عشان تصيد بطريقة ناجحة على سبيل المثال ما احد عنده اداة الصيد نفسها اللي نصيد بها الاسماك عرفت كيف او واحد مثلا ما عنده فلوس انه يجيب اطعام للاسماك عرفت كيف فيحتاج قدرة مالية وايضا يحتاج انك تجيب اداة صيد الاسماك وادات صيد الاسماك ما تنفك معاك الا لما تكون ليفل 14 فاذا كنت شخص والله ليفل 14 وعندك القدرة المالية كل اللي عليك انك تتوجه عند هذه الحرمة او الحرمة اللي تبيع الاشياء المتعلقة بالصيد ورح تتوجه عندها ورح تشتري اللي هو اداة الصيد اذا كان ليفلك 14 وتعديت ليفل 14 فرح تحصل اداة الصيد موجودة هنا ورح يكون سعرها تقريبا 32 30 دولار وايضا لا تنسى انك تشتري لك مجموعة من الاطعام عشان نقدر نستخدمها لصيد الاسماك طبعا انا رح اعطيكم مكان جدا جدا رهيب ومكان جدا استراتيجي لصيد الاسماك بشكل ناجح فرح تتوجه لهذا المكان بالقرب من مدينة رودز وفي هذا المكان رح يكون في مجموعة من الاسماك القيمة اللي تقدر تبيعها واللي لما تصيدها رح يزيد معاك الليفل فتوجه لهذا المكان وصيد وراح يعني تطلع بليفل عالي وراح تطلع بارباح مالية جيدة فاذهب للمكان واستغله يا خوي بالنسبة للطريقة الخامسة للتلفيل انك تعدي التحديات العامة والجوائز العامة الموجودة في اللعبة وعشان تطلعها هذي كله عليك انك تسوي ستارت بعد الستارت تروح عند الهو البروغرس بعد البروغرس رح تروح عند الهو الريووردز تقريبا عندك 425 تحدي ممكن تسويه مجموعة من التحديات اللي ممكن تكون صعبة ممكن تكون جدا سهلة يعني مثلا اقتل مثلا خمسين شخص بالفرد خمسين شخص بالريبيتر خمسين شخص مثلا بالرايفل بالمندقية بالسكين بكوس يعني رح يكون عندك مجموعة من التحديات اللي لما تعديها رح يعطيك فلوس وايضا رح يعطيك ليفل عالي جدا وفيه ستيجات او فيه مراحل يعني مثلا اول مرحلة قتل لي خمسين من اللي هو خمسين بالسكين بعدها اذا عدت خمسين بالسكين يجيك اعقدت المية بالسكين عرفت يعني عندك مراحل توصل الين ألف ألف واحد بالشي المعين وايضا فيه يعني اشياء ثانية فيه مثلا تحديات على الصيد تحديات على الفري روم يعني انت روح شيك عليها ورح تفهمها انك مجرد ما تعدي هذا الشي او هذا التحدي رح يعطيك اكس بي ورح يعطيك جوائز ومبالغ مالية الطريقة السادسة والاخيرة انك تتخلص من مخيمات العصابات طيب اصالح وان احصل مخيمات العصابات مخيمات العصابات رسب عشوائيا في السيرفر فاحيانا انت كنت تكون يعني تمشي تحصل لك هيكل عظمي كذا لونه احمر وعليه دائرة حمرة كبيرة جدا فاعرف انه هذا مخيم عصابات روح داهمهم قتلهم جميعا واحد ورا واحد واقتل رئيسهم ايضا وبكذا رح يعطيك ار بي ورح يعطيك اكس بي ما بين المية الى المية وعشرين اكس بي نوعا ما جيدة على شيء جدا جدا بسيط طيب كذا اعطيناكم تقريبا افضل الطرق للتلفيل في لعبة ار دي ار اون لاين او ردد اون لاين طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هيد الان يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة